بسم الله والحمد لله هذا الدرس من اعداد الزميلة المعلمة الاستاذة لطيفة الراشد ومقدمه الاستاذ سلطان الزهران ما شاء الله منظر جدا رائع منظر ليلي رائع على الشاطئ اليس كذلك لو نظرنا الى الصورة فعلا في احدى الليالي الصافية على الشاطئ بجانب الماء لو تأملنا الصورة التي نراها اريد منكم تسمية بعض محتوياتها يعني ماذا تشاهد في الصورة اتوقع انكم ستجيبون على ذلك من خلال رؤيتكم لهذا الجسم الذي نسميه القمر القمر وكذلك الماء كذلك الرمل والهوى الى اخر لكن اهم ما يميز الصورة عندي هنا هو وجود الماء والقمر اذا القمر احنا درسنا اليوم سيكون عن القمر كيف يبدو القمر قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل القمر فيهن نورا لو رأينا الصورة قبل قليل من شاء الله تبارك الله كان جدا الجو والمنظر رائع بسبب وجود القمر حيث انحكس ضوءه على سطح الماء فاعطى منظرا جدا رائع وجميل سبحان الله العظيم الآية مرة اخرى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراج كيف يبدو القمر كيف يبدو القمر في اكثر الليالي يكون القمر اكبر واكثر انارة من الاجرام السماوية الاخرى في بعض الليالي او في اكثر الليالي يكون القمر اكبر واكثر انارة اولا اكبر لانه يعتبر هو الاقرب الى الارض في الليل طبعا احنا نتكلم عن القمر او ظهور القمر في الليل عادة ان نرى القمر في الليل وهو فعلا يكون اكبر جرم سماوي قريب الى الارض وفي نفس الوقت يعتبر اكثر انارة خصوصا في منتصف الشهر لماذا في منتصف الشهر لانه يكون مستدير تقريبا وشبه كامل يعني نرى على شكل دائرة ففي اكثر الليالي فعلا يكون القمر اكثر انارة من الاجرام السماوية الاخرى كما ذكرنا في منتصف الشهر هل القمر فعلا يضيء؟ لا القمر مثله مثل الكواكب الاخرى المعتمة يعني لا يصدر الضوء من ذاته او من نفسه اذا كيف نراه مضيئا اذا كان هو في الاصل غير مضيء القمر مثله مثل الكواكب الاخرى ولا الشام الاخرى تعكس اشعة الشمس الساقطة عليك فالقمر عندما تسقط اشعة الشمس عليه يعكس ذلك الضوء وبالتالي يبدو لنا القمر كأنه مضاء لكن لا يصدر الضوء من ذاته يعني ليس مثل الشمس كتلة ملتهبة من الحرارة والنار القمر كوكب مثله مثل باقي الكواكب الاخرى ليس فيه ضوء او لا يصدر منه ضوء وانما يعكس الضوء الساقط عليه من الشمس فالقمر لا يضيء بنفسه ولكنه يعكس ضوء الشمس علشان كذا يبدو كأنه مضاء ما علاقة القمر بالارض كلنا نعلم ان القمر كوكب تابع للارض القمر كوكب تابع للارض يدور حول الارض ويدور حول نفسه ولذلك نجد ان القمر هو اقرب الاجرام السماوية الى الارض لان القمر كما ذكرت تابع للارض يدور حول الارض ومع ذلك رغم دورانه حول الارض الا انه يعتبر اصغر حجما يعني لو قارننا بين حجم الكرة الارضية هذه المساحة الكبيرة من شاء الله فان القمر بالنسبة لها او لها يعتبر صغير جدا 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 فالقمر اصغر من الارض تابع للارض يدور حول الارض ومع ذلك فالقمر ايضا هو اصغر حجما من الارض هل يمكن سؤال يطرح نفسه هل من الممكن العيش على سطح القمر طبعا انا متأكد يمكن كلكم تعرفون الاجابة لا لا يمكن ذلك طيب لماذا لا يمكن لماذا لا يمكن طالما ان القمر كوكب مثله مثل كوكب الارض لكن لماذا لا يمكن ان نعيش على سطح القمر لان القمر لا يحتوي على غلاف جوي او لا يحيط به غلاف جوي يعني ما في هوا نتنفس وانتم تعرفون ان التنفس او عملية التنفس شرط اساسي لبقاء الكائنات الحية على قيد الحية اذا كان القمر ليس له غلاف جوي يعني لا يوجد فيه اواء اذا لا تستطيع الكائنات الحية ان تعيش لان الناس تكون غير قادرة على عملية التنفس ايضا هناك شرط اخر غير موجود على القمر وشو هذا الشرط الذي تحتاج لها الكائنات الحية الماء الله سبحانه وتعالى يقول عبد الله من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي فاينما يوجد الماء توجد الحياة طيب اذا كان القمر لا يوجد فيه ماء وليس عليه ماء هل يمكن العيش على سطح القمر طبعا لا اذا مدام ان لا يحتوي على اغلاف جوي ولا يحتوي على الماء نقول ان الحياة ستكون مستحيلة على سطح القمر كما ان درجة حرارته جدا هذه النقطة مهمة في الليل تكون منخفضة جدا 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 يعني بارد جدا وبالتالي ستكون تحت الصفر يعني لا يستطيع ولا تستطيع الكائنات الحية تحمل الانخفاض الكبير في درجة الحرارة وكما هو في الليل درجة حرارته منخفضة فانه في النهار تكون درجة حرارته عالية جدا حتى انها قد تصل الى درجة الغلايا يعني مئة درجة مئوية نلاحظ احنا هنا مثلا في الرياض ممكن نتحمل درجات الحرارة تصل الى 40-50 لكن نستعين بآلات التبريد او اجهزة التبريد فما بالك اذا كانت درجة الحرارة على سطح القمر في النهار تصل الى 100 درجة مئوية التي هي درجة الغليان اذا ايضا القمر يختلف عن الارض لان درجة حرارته نهارا تكون مرتفعة وليلا تكون منخفضة جدا وبالتالي كل الحالتين لا يصلح لحياة الكائنات الحية طيب نتأكد من المعلومات التي سبقت السبب والنتيجة لماذا لا يتوقع وجود حياة على سطح القمر يعني لماذا لا يمكن العيش على سطح القمر متأكد انكم تعرفون الاجابة لسببين ذكرناها فيما سبق هما عدم وجود غلاف جوي وماء وهذا جدا منذ الماء ضروري والهواء ايضا ضروري لعملية التنفس ايضا اتفاع درجة الحرارة نهارا وكذلك انخفاضها ليلة كل هذه الاسباب لا تساعد الكائنات الحية على ان تعيش على سطح القمر لو تتبعنا مسيرة القمر خلال شهر كامل يعني من بداية الشهر الى نهايته سنجد ان هذا القمر يتخذ عدة اشكال من حيث الاضاءة وكذلك من حيث وقت الظهور والاختفاء الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وذكر حركة القمر خلال الشهر قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقمر قدرناه منازل لاحظ المنازل اللي موجودة عندي هذا منزل يعني مرحلة مرحلة اخرى منازل حتى عادك العرجون القديم على سبيل المثال ممكن ناخذ بعض التسميات لهذه الاسكال او هذه الاطوار لاحظ القمر جزء كامل عندما تسقط عليه أشعة الشمس بشكل كافي يبدو بهذا الشكل اللي هو مستدير كأنه كرة مستديرة هنا سيعكس طوء الشمس بشكل كامل بينما هنا يعكس طوء الشمس او أشعة الشمس ساقطة على جزء بسيط منه جزء بسيط ولذلك يبدو على شكل ماذا نسمي هذا الشكل نسميه هلال نسميه هلال هذا عادة لحظوا اتجاه الهلال هنا التقوس الى الخارج او على اليمين هنا هلال نسميه هلال اول الشعر بينما في اخر الشعر يكون شكل الهلال بشكل عكسي معكوس عن هذا الشكل اذا عندي هلال اول الشعر نسميه هلال الشكل هذا بينما في منتصف الشعر يكون مستدير بشكل كامل او يكون واضح ومستدير بهذا الشكل نسميه كلمة تبدأ بحرف الباء اه تعرفون اكيد انكم قلت سمعتوا يسمى القمر اذا كان مكتملا في منتصف الشعر بالبدر بدر بينما هذا نسميه محاق الشكل هذا لانه ليس بشكل دائري مكتمل وليس تربيعي كما هذا الشكل لاحظ ربع اه او التربيع الاول احنا نسميه هذا الشكل الذي ليس ربع ولا شكل مستدير نسميه محاق عفوا محدب محدب ايوا اذا هذا هلال وهذا تربيعي وهذا محدب بينما هذا نسميه بدر المحاق اذا كان مظلم بشكل نهاي او مختفي بمعنى صح مختفي لا نراه يكون دخل مرحلة اسمه مرحلة المحاق اذا هذا الشكل يعتبر محدب يعني ليس له شكل محدد هذه اطوار القمر خلال شهر كامل تقريبا من بداية وجوده في المحاق هذا المحاق لاحظوا مختفي غير ظاهر طبعا هو موجود لكن لا تصل اليها في شعة الشمس وضوء الشمس وبالتالي يكون كأنه مظلم وبالتالي لا يمكن رؤيته ثم يبدأ في الحركة اثناء دورانه بحيث يتعرض لضوء الشمس عندما يتعرض جزء منه بس فقط جزء بسيط منه نسميه الهلال الاول ثم اذا تعرض لجزء اكبر لضوء الشمس نسميه التربيع الاول لاحظ كأنه منتصف او نصف القمر مضاه بس من جهة وليس من كل الجهات التربيع الاول طبعا احنا نسميه التربيع الاول لانه قد قطع ربع الزمن او الذي او استغرق ربع الزمن سبعة ايام تقريبا لكي يصل الى هذا الشكل في الليل ومع مرور الوقت مرور الايام يبدأ القمر اثناء دورانه حول الارض في التعرض لها شعة الشمس بشكل اكبر حتى يتخذ شكل احدب وقلنا احدب يعني ليس له شكل محدد يعني مثلا دائري او مستطيل او مربع شكل غير محدد نسميه الاحدب الاول حتى اذا وصل تقريبا او قطع نصف اه الوقت نصف الشهر يعني بما يقارب ارباطعشر يوم من بداية دورة يكون مستدير كامل واذا عندما يقول مستدير كامل معناه ان شعة الشمس او ضوء الشمس سقط عليه بشكل اكبر هنا نسميه بدر ومع مرور الوقت واثناء دورانه حول الارض يبدأ يعود مثل ما كان احدب نسميها الاحدب الاخير ثم التربيع الاخير ثم هلال اخر الشهر حتى يدخل مرحلة المحاق اللي هي نهاية الشهر وبداية ولادة شهر جديد حيث يظهر الهلال مرة اخرى كل هذه الاشكال لاحظ الاطوار الطول اسم يطلق على شكل القمر المضاء شكل القمر المضاء يعني هنا على شكل هلال هنا على شكل تربيع هنا على شكل الاحدب ثم افضل للهوقات اللي هي عندما يكون بدرا او مستديرا هذه نسميها اطوار او اشكال الطول اسم يطلق على شكل القمر المضاء ما اطوار القمر تكلمنا عن اطوار القمر وقلنا ان القمر يدور حول الارض دورة كاملة في زمن مقداره شهر كامل يعني عندنا بالاشفر العربية تقريبا الشهر تسعة وعشرين يوم الاشفر العربية تسعة وعشرين يوم عادة او نادرا ما تكون ثلاثين يوما خلال التسعة وعشرين يوم هذا يكون القمر قد قطع مسافة حول الارض دورة كاملة يتغير شكل الجزء المضاء من القمر اثناء دوراني حول الارض هذه الاشكال هي التي سميناها الطور او طور القمر الاطوار بدر محاق احدب وحلال ما المدة الزمنية بين البدر بين البدر يعني شكل القمر او طور القمر عندما يكون بدرا متى يكون بدرا قلنا ذلك في منتصف الشهر يعني تقريبا يوم اربطاش وهلال بداية الشهر يعني يوم واحد في الشهر ما المدة الزمنية ما بين واحد الارباطاش نستطيع القول ان المدة الزمنية تقريبا هي حوالي اكيد كلكم تعرفون الاجابة الاسبوعين اسبوعين تقريبا يعني اربطاشر يوم تلاتطاشر يوم منها وفيها فيما يختلف القمر عن الارض بلنا القمر في عدة مميزات او خصائص اختلف فيها تماما عن الارض يمكن تذكرون بعضها خلينا نشوف الاجابة الصحيحة من هذه الخيارات اي واحد من هذه الاجابة هل القمر لا يوجد فيه جبال ام القمر ليس له غلاف جوي ام ان صخور القمر تختلف عن صخور الارض اكيد كلكم تعرفون الاجابة ان القمر ليس له غلاف جوي القمر فعلا ليس له غلاف جوي ولذلك قلنا ان الكائنات الحية لا تستطيع ان تعيش لانه لا يوجد هواء اذا الاجابة الصحيحة فعلا يختلف القمر على الارض في ان القمر ليس له غلاف جوي وصلنا تقريبا الى ملخص الدرس سنذكر في هذا الملخص اهم النقاط التي مرت معنا ارجو من فاته شيئا من ذلك التركيز معنا لعله يستفيد مما قلنا وسنقوله بحول الله كيف يبدو القمر وما اطواره قلنا القمر يدور حول الارض كم يستغرق من الوقت علشان يدور دورة كاملة حول الارض يستغرق شهرا كامل والافشر العربي عادة تكون 29 يوم يعني 29 يوم هذا الوقت الذي يستغرقه دوران القمر حول الارض دورة كاملة ونتيجة دورانه حول الارض دورة كاملة فان اشكاله تتغير بحسب موقعه وبحسب الزمان لذلك يتخذ عدة اشكال اطلقنا على تلك الاشكال اسم اطوار القمر وتسمى الاشكال الظاهرية للقمر في السماء اطوار القمر انا حتى القاكم في درس قادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا